يتحرك مارتين بين الزملاء والشركاء في قسم الخدمات اللوجستية يشرح لهم أهمية العملية التي هم بصددها والترتيبات الخاصة بها والتي تتطلب مهارات خاصة لضمان وصول لقاح فيروس كورونا لمطار أبوظبي بصورة جيدة وتسليمه للجهات الصحية من خلال فريق محترف خصصنا فرقا من موظفين مدربين لتعامل مع هذا النوع من البضائع للحفاظ على سلامة اللقاح وضمان التعامل معه وتخزينه ونقله وفقا لجميع القواعد واللوائح المحلية لللقاحات ومنتجات الرعاية الصحية ولدينا التزام صارم بأحدث اللوائح مثل E-TCR لوائح شحن درجة الحرارة لقاحات كورونا المعتمدة حتى الآن تتطلب درجات حرارة منخفضة تصل إلى 70 درجة تحت الصفر في حين تمر عملية الشحن من بلد المنشأ بسلسلة من الإجراءات التي تضمن وصول اللقاح للإمارات سالما وصالحا يقوم الاتحاد للشحن بتشغيل خدمة المطار إلى المطار ما يعني أن الشاحن يقوم بتسليم البضائع إلى مطار بلد الشحن وتتم مراقبة اللقاحات والأدوية بصرامة في طرفي الرحلة مع عمليات تفتيش جمركية صارمة في مطارات المنشأ والإمارات وتضمن شهادة IATA CEIV الخاصة بنا الحفاظ على سلامة سلسلة التبريد ويمكن أن تختلف هذه المنتجات بدرجات حرارة مختلفة تتراوح بين المجمدة إلى سالب 25 أهمية عملية شحن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تنبع من القيمة المالية المرتفعة لعبوات اللقاح بالإضافة إلى صعوبة العملية نظرا للحساسية المفرطة لللقاحات تجاه تغيرات درجة الحرارة والضغوط المفروضة على شركات الشحن لنقل شحنة انتظراتها البشرية لعام كامل قد تكون أهم عملية شحن في تاريخ طيران الاتحاد نتحدث هنا عن عملية شحن لقاح كورونا لذلك يجب اتخاذ التدابير والاحتياطات اللوجستية الصارمة لضمان وصول الفاكسين أو اللقاح في حالة جيدة وصالح للاستخدام محمد سيف لقناة الحرة أبو ظبي